طيب اليوم راح نكمل ويا الكاليسيوم chanel blocker او مجموعة حاصرات الكاليسيوم هذي مجموعة مهمة ايضا ودائما تنسألون عليها بلوكروك هذي مجموعة ايضا من ادوية القلب وادوية انزال ضخط الدم لكن مجموعة ثانية هذي ليست مجموعة sympathetic او parasympathetic هذي مجموعة اضافية مجموعة ثانية اسمها كاليسيوم chanel blocker حاصرات الكاليسيوم احنا مثل ما نعرف ومثل كلكم ما تعرفون انقباض اي خلية عضلية يعتمد على نسبة الكاليسيوم اللي تدخل داخلها كل ما زاد الكاليسيوم داخل الخلية ايش صار بالcontraction زاد هذا الشي انتم معروف عدكم كل ما زاد الكاليسيوم كل ما صار contraction اكثر طيب لو جينا على قنوات الكاليسيوم وثبطناها بالتالي كمية الكاليسيوم اللي راح تكون موجوده داخل الخلية اقل فاش راح يصير بالcontraction بهذا المسألة طبعا اش راح يصير كنتيجة راح يصير ب decrease تمام فانت لما تقلل الكاليسيوم داخل الخلية العضلية فانت راح تسوي decrease بالcontraction واذا contraction قليل راح يصير عندك ريلاك سيشن هي هاي الفكرة بالموضوع طيب كان اسيوم شانل البلوكر تشتغل على نوع من العضلات تشتغل على عضلات القلب قسم من عدها على العضلات الهارت نفسه القلب وقسم تشتغل على smooth مصل على العضلات الملساء الموجودة في الاوعية الدموية وغيرها من الجسم فعندك انت مجموعتين اساسية من الكاليسيوم شانل بلوكر مجموعة الاولى اسمها داي هايدرو بيردينز وشباب هذه الاتسميات مهمة اريدكم تحفوها لانه تجي بالامتحان مجموعة الاولى اسمها داي هايدرو بيردينز تمام هذه الداي هايدرو بيردينز تشتغل على vascular smooth muscle يعني تشتغل على العضلات الملساء وين بالاوعية وغيرها شنو غيرها يا دكتور يعني قصدك غيرها من العضلات الملساء اللي بالجسم يعني مثالا طيبكم ايام عضلات الملساء الموجودة به الاسوفيغاس راح تتأثر بالكاليسيوم شانل بلوكر من مجموعة داي هايدرو بيردينز نعم باي مكان ثاني بالجسم راح تتأثر فهذا يشتغل على عضلات الملساء بشكل عام فهذه اللي نقطة تفهموها فالداي هايدرو بيردينز اللي تشتغل على vascular smooth muscle ايضا تشتغل على غيرها من smooth muscle كل smooth muscle بشكل عام تشتغل عليها تمام بس احنا تأثيرنا الاهم يريدنا هي vascular smooth muscle عام تشتغل كanti انجاينال دراكس كمضادات للذبح الصدرية وايضا كمضادات لارتفاع بخط الدم عدنا اسمين او اسماء ادوية مهمة ثنيا طيبها هي مجموعة طويلة وكثير من الادوية بيها تم انتحتاج تعرف كل الاسماء التجارية لها عدنا دواء وين هما اليسألوكم عليهم بالامتحانات وهذه الدواء مشهورة من مجموعة d 목 و THERE sam فكلها تنتهي ببين، تلاحظون نيفيدبين، أملودوبين، فحتى لو انت شفت الدواء اسمه أحمدوبين، فتعرف انت هذا من مجموعة دايهايدروبيردين اللي يشتغل على الفاسكولار سموت مصل، وهذا جايكم كسؤال في أحد السنوات بالكروكي، هنا أنا يسئلك يقول لك الأملودوبين كمثال أو النيفيدبين راح ينطيك عدة أعضاء يشتغل عليها، يشتغل على القلب، العضلات الهيكلية، أم الفاسكولار سموت مصل هذا بالنسبة للدايهايدروبيردين، طيب، الثانية شنو هي الأدوية ومجموعة الثانية من هذه الكاليسيوم شنل البلوكر هي النون دايهايدروبيردين، التي لا تعمل الدايهايدروبيردين، ويعني كلامهم بالنون دايهايدروبيردين، يعني ما تشتغل على السموت مصل، هذا تشتغل على القلب مباشرة تأثر على الكاردياك، مايوسايت، خلايا القلب، وأيضا تأثر على الأس اي نود، والأي في نود، وأيضا بالأخص تأثر على مايوسايت، ليش تأثر على ذول الاثنين؟ لأنه القلب يحتاج كمية كاليسيوم كثيرة خلاياها حتى تنبض، ونفس الوقت الأس اي نود والأي في نود، اعتمادهم بالأكشون بوتنشل شبه كلي على الكاليسيوم، فإنت لما توقفها، فهذه الأدوية راح تستخدم في القلب، راح تستخدم الشنو في القلب؟ مثل عندنا أدوية طبعا مهمة هي الفيريبا مايل، والدلتازيم، هذه الأدوية، طبعا هنا ماكوا في الطريقة تقدرون تحفظوها كأسماء، لكن الذكر، الفيريبا مايل وهذا الدواء مهم جدا، وكذا يقلل لك أنطيني كاليسيوم شنل بلوكر يشتغل على القلب مباشرة فتختار الفيريبا مايل، والدلتازيم هذا أيضا من أدوية القلب، هذول الأدوية استخدامهم أساسي كمضادات للأرثمية، يعني تستخدمها كمضادات للأرثمية أو عدم انتظام بنظم القلب، ضربات القلب، وأيضا تستخدم كأنتي إنجاينل، وأنت راح تقول لي يا دكتور طب مفهمنا، أنت هسكت لي هذه هي أنتي إنجاينل، ليش نمطي هذه كأنتي إنجاينل؟ هذه لما تشتغل كأنتي إنجاينل ما راح تشتغل أنه توسع لك السموث موسلز أو توسع لك الكورنري آرتيريز وتقلل لك الذبحة الصدرية، لا، هذا تشتغل من خلال تقليل عدد الدقة، وبالتالي تقليل قوة القباض القلب، فيعني راح تفيدك على المدى البعيد أنه تقلل احتياج القلب بالغذاء والأوكسجين، وبالتالي تقلل الأعراض بهذه الطريقة، مختلفة تماماً عن اللي قبلها، فمهم جداً تحفظون الداي هايدرو بيردين والنداي هايدرو بيردين، واحد يشتغل على سموث موسل، واحد يشتغل على القلب حصراً، تمام؟ في الذكر، وفي ربمايل يشتغل على القلب حصراً، أما نفيديبين، أم لودابين، هذول يشتغلوا على سموث مصر بشكل عام، وبالأخص على الفاسكولر سموث مصر، طيب، شنو الميكانزم لهذا الدواء؟ ميكانزم سهل جداً هو يقلل ما يسمى بالنمط L من الكاليسيوم مصر، ما يستخدم شنو ما نمط L من الكاليسيوم مصر، بس تذكر أنه يوقف الكاليسيوم مصر، تمام، يوقف الكاليسيوم مصر ذات النمط L، كاليسيوم مصر، ولذلك يسمى كاليسيوم مصر، فلذلك كSon voilà مصر route surrounding you can snatch because you should be潮る يعتبر اصلا سؤال سهل جدا تمام. طيب اليوزز ليش نستخدمه بشكل عام تستخدم للهايبرتنشن حتى تقلل ضغط الدم وبالاخص منه تستخدم للهايبرتنشن مون الفيرابامير الاملودابين والنفيديبين كونها موسعات للأوعية. وايضا تستخدم للانجاينة بكتوراس الاثنية الممكن يستخدمون للانجاينة بكتوراس اللي هي الذبحة الصدرية فهذا استخدام العام بالنسبة لهم وايضا انا اذكرت لكم ايضا تستخدم كأنتي اريثميك يعني مضادات اريثمية فايضا نضيفوها كمعلومة لكن مضادات اريثمية عدنا مضادات ثانية ممكن اقوى من عدها نستخدمها بس لو سألك كأنتي اريثميك مو تروح تختار لنفيديبين او الملودوبين هذولا اصلا ما يوصلون للقلب تختار لمنوفيراباميل اذا اذكر لك دواء انتي اريثميك من مجموعة الكاليسيوم تشانل بلوك المضادات للارثمية او عدم انتظام نظم القلب طيب نجي على السايد افكت انتبهوا علي هذا بالنسبة للسايد افكت لهذه الادوية خلي هنا انا ارسملكم مسألة هذي هسه هذي طبعا راح نرجع على هذه الرسمة ارسمتلكم اياها لان راح تفيدنا في شرح الدهون فراح احطيكم رسمة ثانية هسه نرسمها تمام وبعدين نرجع على هذا الرسمة تبهوا علي على هذا الكلام اي اي هذا الكلام خاص باي دواء اي دواء يعمل لك اي دواء يعمل لك اي دواء يعمل لك يعني زيد لك قطر الاوعية هذا الدواء يقلل لك يقلل لك وايضا راح يسوي لك شنو يعني يعني احمرار احمرار طب ليش يا دكتور راح يسوي لك احمرار ما هو ما راح يشتغل فقط على الارتريز الشرائن راح يشتغل على الاوردة فانت لما تخلي الاوردة في الوجه او في اي مناطق ثاني تتوسع راح تحتفظ بكمية دم اكثر وبالتالي كنتيجة لذلك راح يصير عندك احمرار اذا نتكلم على الوجه فهذا الكلام دا اقوله بشكل عام لاي دواء هو يسوي لك بشكل كبير ممكن يؤدي لك الى هذه الامور يقلل لك البلد برشور وهذا ما يعتبر سايد فك اذا احنا كنو استخدمه يعني كمضاد لهايبرتنشن فلاشنج الاحمرار لانه واضح ليش يسوي لك فلاشنج لانه راح ينطي لك يخلي الدم بالاوردة يتجمع اكثر راح يخليها متوسع وتحتفظ دم اكثر فرح يظهر في اليدين في الوجه وايضا راح يسوي لك هيد ايك اللي هو وجع رأس تمام وجع الرأس ليش راح يصير لك هيد ايك وهو اكيد لانه راح يوسع الشرايين الموجودة في المننجيز في طبقات السحاية ولما تتوسع هاي الشرايين الموجودة في طبقات السحاية راح تنطي لك شعور الالم فرح يسوي لك شعور هيدك هذا الكلام نفسه راح نجي نتكلم عن نتروغليسرين نفس الاعراض راح اخليها يعني ما بها فاتفرق تمام ولانه انتبهوا لانه سموث مصل دايلاتر او يسوي ريلاكسيشن هذا اي دواء يسوي لك سموث مصل ريلاكسيشن خلي هنا انا شوي نجيبه حتى اقدر اكتب اي دواء يسوي لك سموث مصل ريلاكسيشن راح ياثر لك على الجهاز الهضمي جي اي سيستم ش راح يسوي لك ممكن اذا انطيت خاصة لك ممكن يصير عندك كونستي بايشن وبالاخص هذا الكاليسيوم شانل بلوكر راح اكتب بين قوسين كاليسيوم شانل بلوكر سي سي بي ليش لان الكاليسيوم ما راح يدخل الامعان فراح يصير عندك كونستي بايشن ايضا ممكن شي صير عندك غيرد غاسترو اسوفيجير ريفليكس ديزيز ليش لانه احنا نسميه حرقة المعدة هذه او حرقة الفؤاد لانه انت عندك هذا المريء وهذه المعدة فانت عندك اسفنكتر عندك اسفنكتر عاصرة تمنع الطعام يرجع من المعدة الى المريء وبالتالي الحامض الموجود بالمعدة ما راح يرجع الى المريء فلو في حالة انت انطيت مثل الادوية بيعني جرع عالية وانطيت مثلا نتروغليسيرين بجرع عالية ومسيعت السموث مصل هذه اسفنكتر راح تتوسع فراح يبدأ الحامض يرجع ويبدأ يصوب داخل المريء اسوفيغاس فالحصل عندك حرقة الفؤاد او ما يسمى بي غاسترو اسوفيجير ريفليكس ديزيز تمام؟ فهاي عراض عامة بس الكونستي بايشن ما يصير الا في حالة كاليسيوم شانل بلوكر كونه تقلل الكاليسيوم وممكن تؤدي لك الى طبعا لما اقول لك كاليسيوم شانل بلوكر اقصد مجموعة الدايهايدرو بيردين لان النوندايهايدرو بيردين اللي ما تشتغل اصلا عن السموث مصل ما عدا هاي الاعراض كونها اصلا ما مرتبطة بقنوات الكاليسيوم الموجودة على السموث مصل فلازم نفهم هذه الفكرة وهذا انت تقدر تستنتجها من فهمك للموضوع فنجعله فطبعا الدايهايدرو بيردين راح يسوي لك دوخة ووجع راس ممكن ايضا وفلاشن اللي هو قلنا وجه يحمر النوندايهايدرو بيردين هذه الثانية اللي قلنا تشتغل حصلا على القلب فهذه راح تأثر على نظم القلب ممكن تسوي لك اي في بلوك تمام ممكن تسوي لك اي في بلوك طبعا كونستيبيشن قلنا اكثر هي الدايهايدرو بيردين هنا للأسف يمكن بالخطأ انا كاتبها هنا فهي اكثر الدايهايدرو بيردين وهذا الا في الجرع العالية ممكن تسوي لك هذه الحالة لكن هي اكثر تشتغل على القلب وتسوي لك اي في بلوك ايضا تسوي لك عرض غريب اللي هو وهذا خاصة لطلاب الاسنان يفيدهم هي النمو اللثة تمام نمو اللثة فهذه ايضا تسوي وايضا تأثر على البيتوتري وتسوي لك هايبر برولكتينيميا زيادة بالبرولكتين تمام زيادة بالبرولكتين فبشكل عام الكاليسيوم شنال بلوكر بشقيها ممكن تسوي لك كونستيبيشن بس اكثر الدايهايدرو بيردين والندايهايدرو بيردين الا بالجرعة العالية ممكن تسوي لك كونستيبيشن وايضا هذه الاعراض الخاصة بالندايهايدرو بيردين اللي قلنا تشتوره على القلب فراح تأثر على نظم القلب وتسوي لك اي في بلوك اللي هي تأخر في الكهرباء بالقلب وبالتالي الاي في نوت تبدأ تخمل وما تقدر توصل الكهرباء بشكل جيد فهذا بالنسبة لمجموعة الكاليسيوم channel blocker خلي انطيكم شوية انا اسئلة وتجاوبوني ايش نستخدم بيها راح ارمز لمجموعة هذه المجموعة الاولى اللي قلنا هي دايهايدرو بيردين بالرقم واحد والمجموعة الثانية النون دايهايدرو بيردين بالرقم اثنين فلما اقول لكم انفة شي معينة تجاوبوني بيا رقم من هذه الارقام طيب انطوني دواء كاليسيوم channel blocker يسبب غاسترو اسوفيجية reflex disease يلا واحد لو اثنين اها يسوي غاستروس عف لا 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 يا عز الدين واحد هذي دايهايدرو بيردين قلنا تشتروه على المسلس smooth muscles العضلات الملساء هي اللي راح تقدر توسع لك الاوعية وبالتالي تسوي لك هذا الشي تمام فانتبهو لهاية النقطة البقية عفية صح طيب انطوني دواء كاليسيوم channel blocker يسوي لك AV block يعني سد في عقد AV node صحيح عفية رقم اثنين طيب واحد جاك عند texting واحد طيب ايجاك عند مؤشرات ياهوا تنطي واحد واحد الكثير من واحد طيب الل PR هاي خلاص انتم فهمتوا اغلب الافكار بقى اكو فكرة معينة اضافية اريد انطيكم اياها لما نستخدم الكاليسيوم تشانل بلوكر هذه ايضا تفيدك انت كطبيب بالكلينيكال تمام لما نستخدم الكاليسيوم لما نستخدم لما نستخدم الكاليسيوم تشانل بلوكر من مجموعة الداي او خليها يرسمها خلط كتبتها الداي يعني مجموعة نفيديبين وغيرها اللي قلنا توسع الاوعية الملساس موت مصل هذه راح تسوي لك بالاوعية تمام وهذا تكلمنا عليه اهنان اللي راح يصير في هذه الحالة انه راح لما يصير توسع بالاوعية راح تتوسع عندك الكاروتت ساينسز الموجودة في الرقبة تمام اللي موجودة لوعية الموجودة في الرقبة ايضا راح تتوسع هذا راح يأدي انه راح تشتغل هنا رسبترات اسمها بارو رسبتر يعني مستقبلات الضغط جسمك البارو رسبتر هذه وين راح تروح البارو رسبتر هذه البارو رسبتر راح تنطي إعاز للسي للسي ان اس يعني تنطي إعاز للجهاز العصبي المركزي تبهوا عن راح يصير راح تنطي إعاز للجهاز العصبي المركزي انه اكون خفاض مفاجأ صار بالضغط فيا جهاز عصبي المركزي من خلال السيمباثيتك حفز البتوان على القلب وزيد الهارت ريت فراح يبدأ يزيد عندك الهارت ريت بعد ما راح تنطي الدايهايدرو بيردين مو فقط الدايهايدرو بيردين اي مجموعة تسوي لك فازو دايليشن سريع في الجسم هذه العملية اسمها الريفليكس تيكو كاردية يعني تسارع القلب الانعكاسي ريفليكس تكيكاردية فمجموعة الدايهايدرو بيردين مشهورة انه تسوي لك ريفليكس تكيكاردية اذا راح تقول لي شين المشكلة لنفرض واحد عنده هايبرتينشن تمام ارتفاع بضغط الدم زائدا هارت فيلير فهذا الشخص اذا سويت له ريفليكس تكيكاردية مع الهارت فيلير هذا الهارت فيلير راح يزيد وبالتالي راح تتفاقم المسألة اكثر وممكن يموت فالريفليكس تكيكاردية ليست شي سهل نتغاضى عنه اذا كان المرض عنده مشاكل في القلب ففي حالة اعطاء ناس عندهم مشاكل بالقلب الكاليسيوم بلوكر كدواء يقلل لك البلد برشار يقلل لك ضغط الدم لازم نعطي ويا دواء يسد البتا 1 من يقول لي دواء يسد البتا 1 مثالي ويشتغل سيلكتف يالله انتو جاوبوني هسا شنمطي معاه مع الكاليسيوم بشارة بلوكر الدواء يسد البتا 1 سيلكتف يالله يا شباب ازعل عليكم بيوتامين جماعة البتا بلوكر او لول اللي هو قلنا افضل دواء طبعا ادينا لول يستخدمه بس هو افضل دواء ميتا برا لول ميتا برا لول ميتا برا لول لازم لما ننطي الكاليسيوم بلوكر نحط معاه ايش بيتا بلوكر وبالاخص اذا كارديو سيلكتف يكون افضل مثل ميتا برا لول هذا مهم بالادوية حتى نمنع الرفليكس تاكيكارديا انه ليس صغير عندك تاكيكارديا هذا مو عند اي شخص هذول بالاخص اللي عدهم اريثمية او عدهم هارت فاليار لانه لو تركته ونطيته فقط كاليسيوم بلوكر راح تنزل ضغط الدم بس بالمقابل المريض راح يموت فهذه معلومة مهمة ايضا تفيدك في الحالات الكلينيكل ايضا لتعالجها ونفس الوقت تحاول تعالجها طبعا انت لازم تتأكد الشخص ما عنده غاستروترافجية الرفليكس ديزيز ما عنده مشاكل في جهاز الهضمي لما ننطي له كاليسيوم تشنر بلوكر فهذا بالنسبة لمجموعة الكاليسيوم تشنر بلوكر